بسم الله الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين على قناة عربقلونيكس معكم عدو مجيب الفلوغ هذا انا مرح اتكلم وش قاعد يسوي بلونيكس وش فيه مبرمجة وش فيه فيه سؤال هذا سؤال فيديو هذا السؤال دائما يسألوني عنه امس نزلت في تويتر تغريدة كنت مسوي دورة لارفل ونزلها بفليكس كورسس المتابعيني في تويتوريا عالفون فليكس كورسس دورة كانت عن لارفل كانت دورة يعني محتارة يعني ثقيل من النوعات تقيل دعوكم ايها عشان تفهم قصدي هذا هي الشخص هذا شاهد الدورة وبعدين قال لي ايش قال لي اخي انا انا مستفيد اخي احسني غير قادر على انتاج موقعه احسني غير قادر على مثلا تصميم احسني غير قادر على اشياء هذه طبعا فكرة دورة هذي هي الرابط تحت وعليه عارض ترى هذا اعلان انا صريح هذا اعلان اللي بي سجل المهم يا جماعة قال انا كيف اقدر مع علم انه في 107 دروس 107 دروس مفصلة وفي سبع ساعات تدريب طبيعي جدا انه جيك هذا الشي نا هذي جدا انك تسأل نفسك السؤال وطبيعي جدا انك تدخل مجاله وانك تجيب انك واقف قبل انك تاريخ اتدام وانك تجيب ان اتصل كيف أسمع من أحد أن لا أعرف ما يفعله حالياً لدي أشياء بيزنس وسمي وأشتغل في مجال ويب إبليكيشن أنا شغلتك كشخصي باكيند ورق كذلك باكيند أو ويب إبليكيشن ويب فونس سلام عليكم طبعاً أكيد سلورات لينكس أعلمكم سلورات لينكس هذا الشغل حقيقي وإذا أقدم الاستشارات هناك شخص يأتي أنا لدي المشكلة يتصل عليك عندي مشكلة خربة هذه الشغلة الآن قبل هذه وما سأذهب بالتاريخ بالهيستوري قبل هذه كنت مدير إدارة وكان لدي أربعة فروع أديرهم بالشركة كنت مدير الأربعة فروع واستقلت باي باي سلام عليكم وراء لماذا؟ ما كان هذا الشيء اللي كنت بيه ما كانت نهايتي نهايتي كان نهاية سودوية نهاية تصر مدير ما كان هذا الشيء اللي بيه كان المجال حق البرمجة في عندي ترس ترس هذا اللي يتحرك الترس هذا لما دخلت الإدارة وقف طيب الترس هذا الآن حتى يشتغل معك بس ألكم سؤال لماذا تبتصير مصمم ولا تبتصير مبرمج ولا إن شاء الله مطور ولا مهندس شبكات ولا فني شبكات ولا أين كان اسمك ولا طباق ولا خباز ولا تبيع سقائر وش ليش؟ لماذا؟ ليش دخلت المجال هذا؟ اسأل نفسك هذا السؤال الشيء الثاني إذا انتهيت من هذه المرحلة من تعلم هذا الشيء ماذا تخطط؟ لديك خطة؟ إذا لديك خطة جيدة لا تحتاج خطة يا حبيبنا كثير من الناس يدخل المجال لأنه يسمع أن الناس تقول هذا مجال جيد ويدخل مجال وبعدين؟ كلنا نعرف أن الذهب مجال ممتاز شغل ونطلع ذهب لماذا بدخلنا الذهب؟ لم يمكن أن الناس تعمل بالذهب لم يمكن أن ينقب على الذهب ونطلع ذهب لم يمكن أن الناس تقدر هذا شغل تبيع حكومة تعمل عليها إذا الشغل الذي تدخله هو مجال تدخله لازم يكون هناك شيء ثاني غير أن الناس تقولون جيد الشيء هذا أنه أنت يكون عندك ترس من داخل يشتغل إذا أنت سمعت الكلمة هذه إذا حتقال لك مصامم يشتغل الترس ستجاك الحماس إذا حتقال لك خباز أوه ناسا إذا حتقال لك كهربائي تستانس إذا قال لكم برمج تستانس مبسط الترس هذا اللي جوه نحن نسميه ترس الترس هذا إذا كان يشتغل حلو وبسعادة تحس بسعادة وانت داخل المجال هذا استغلبه غصب على خشمك لماذا الآن خذ نظر المثال لما تجي تسوي حاجة بالبيت عندك الآن ولا أخوك ولا أبوك يبي يسوي حاجة مثلا يبي يجيب سباك يبي يجيب كربائي يبي يجيب ليش يقعد يتصل على فلان ويسأله عن فلان يبي واحد مبتئ ترس سوق يطلبك بنفس الطريقة الناس تسأل عنك سمعتك وين شغلك وين انجزاتك لازم تعرف أنه وهذا شيء معلومة تضايق الناس يمكن واحد يبت تضايق كلمة اللي قلتها هذه أنك ناكرة إذا كنت توق متعلم الشي ناكرة صحيح وأنا كنت ناكرة بعد وما زلت ناكرة في أشياء كثيرة تمام لكني ليس ناكرة بمجال الوب الحمد لله بس ما زلت ناكرة في أشياء ثانية لما تكون توق متخرج من الجامعة وقعدت أنا كثير مع الخرجين أنا أدرب الجامعات زين الطالبة يتوقعون حاجة هي بالواقعة غير موجودة توقع أنهم هم بديوا تطلعون إشعاعات لكي ينبسطونهم لا تعتقد أنك إذا كانت مبرمج أو تدرس اي تي أو هندسة برمجة أنك ستخرج من الجامعة وتحصل على ذلك المرتب لبالك يعني نتكلم بسعودية مثلا لأنه هناك متابعين برا السعودية نتكلم بالعملة السعودية لأنني عايش بالسعودية لا توقع أنه تطلع عندك وفي شركة فاتحة الباب على مصرعها ومعها أفر عرض لك في 25 ألف ريال من أنت يا أستاذي؟ في ناس قعدة سنوات تشتغل عشان تحصل لـ ٥٠٠ ألف وش عندك أن تحصل لـ ٥٠ ألف ولا ١٥ ألف واقع ثنين من الناس اللي قابلتهم كانوا يتوقعون هذا الشيء وقلت لهم قلت لهم قلت لهم قلت لهم أنت حاسدنا عشان مدري إيش قلتوا كيفكم؟ واحد أخذ ثماني ألاف واحد أخذ خمسات ألاف ونجنوا كيف؟ قلت لأن أنت جديد لم تكون سمأة أثناء دراستك واثناء عملك حتى أنك لم تنفذت مشروع على هالكلام حتى أنك ما يعني حاملت على نفسك وروحت تفكرت أنك تتوظف ونقعد تدرس تكسب خبرة تكسب معرفة تختلط في الناس ما فكرت ترى هذا شيء مهم شيء ثاني واحد أخذ ثماني وعد خمسة ليش؟ لأن أبو ثماني هذا كان عنده ترس أكبر من الترس اللي عنده ذاك بس كانت ترسوا أكبر من الترس هذا كانت ترسوا أصغر شوية إذلك المجال الذي لا تحبه ما تتبع فيه الآن ما سوف تفعله طبيعي جدا أنك إذا عرفت صنعة معينة تحتاج أنك تمارس هذا الصنعة عين كانت والبرمجة على وجه التحديد كارثة إذا تركتها تنساها على طول وفيما قوله عند الخواجيات يقول لك أحب ما تفعل حتى تفعل ما تفعل هذه المقولة حقة البائسين حقة الناس الفاشلة ويش اللي لوفو تفعله؟ غلط غلط ما أقدر أحب شي أنا ما أحبه يا أخي ما عليش أنت عندك تشين تحطني في مجال أنا ما أحبه تبين حبه ما أقدر أنا فقط أضحك على نفسي ما أقدر بروح كل يوم لو أشتغل و أنا ما ليخلقي ما ليخلقي بينما لما تكون أنت في مجال ثاني أنت تحبه تصحى من النوم تقوم تشتغل به يا شيخ تقوم ما عندك مشكلة ما تنام بعد أصلا سهران عليهم حماس مو بسهران عليهم من حم و أهم و ضيقة صدر سامن و ناسا هذا الترس يجب أن يكون موجود قبل كل شي إذا هذا الترس عندك مو موجود ترى عندك مشكلة أنت ندخل مكان غلط أنا الآن كيف بدخل المجال و كيف بقدر أتطور كيف بقدر أكسب هذه معلومة ثانية اشتغل ببلاش بلاش نعم بلاش الخبر اللي قاعد تكسبها أعلم من رتبك يا أستاذي تمام هذا الشي نادر للناس تشوفوا أنا عندي الآن شخص معين تعبان جدا على أن تتجيبه تمام جدا و يعرف نفسه ممكن نشوف فيديو هذا تعبان جدا على أن تتجيبه زين أقضي من الوقت يمكن ساعات الآن يعني ممكن أني شغله ممكن نسويه بعشر دقائق ممكن لوقت نسويها معقد ساعة ونص عشان علمه تمام لكن هذا يستهل نستثمر فيه لأنه قاعد يعطي من نفسه لازم تعطي من نفسك لأن الشخص اللي يشتغل أو يعني يضحي بالمادة مقابل أن يتدرب زين ترى و حصل على شيئ أهم من المادة لأنه أخذ خبرة يعني من فترة قصيرة ممكن تستطلع أحسن أحسن من واحد لسنة يشتغل يا شيخ لماذا أنك قاعدت مع واحد من زمان يشتغل إذن هذه الشغلة العمل المجاني تطوع رح يشتغل تطوع يا أخي منها أجل ومنها خبرة تأتفك أزمة عن الناس ومنها تكسب حاجة و أنت قاعد تشتغل الآن قاعد تبني مشاريعك و أنت لا تشتغل عندما تذهب إلى المكان الثاني تعمل رسمي تقول أخذ من فلوس تقول أنا كنت في المكان الفلاني و أنا سويت كذا و كذا و كذا يختلف عندما تأتي و أنت تقول لم أفعل شيء أيضا مجال التنفيذ غير مجال التخطيطي شيء هذا شيء ثاني سعيد التخطيط هذا ما يأتيك على طوب التخطيط سيء نظري تمام و شيء تحسه أيضا يعني فيه ناس عندهم تجارب عندهم عشرين خمسين سنة في مكان يستغلون بس ما يعرف يخطط ما يعرف يخطط فهي شيء بالتخطيط أما أنت تحتاج تدرسه أما أنه يكون يعني هو مكتسب وبعض الناس وارد أنه يخطط هو يعرف يخطط بالتخطيطك يجب أن يكون منطقي شوي فيه حاجة بالسوق اسمها عرض و طلب معروفه عرض و طلب زين هل فيه طلب للشيء الذي قاعد تسويه إذا كان فيه طلب إذا نعرض إذا كنت تلبي فراغ عند أحد فيه أحد محتاج حاجة عندك الحاجة عندك تلبي تنجح لكن لا تنجح و أقول لك يجب أنك تعمل يجب أنك تتعب يجب أنك تعمل يجب أنك تعمل بلاشي يا أخي ما فيها شيء مو بحرام تعمل بلاشي فكر في حاجة واحدة فكر في اسمك لا تفكر فيه مرتبك و الفلوس التي تحصل عليها للشغل فكر في اسمك لأن الشركة ممكن تقول لك اقضب الباب نعم ممكن تفلس الشركة هذه ممكن أن تفتح بيزنس وتفلس إذا لم يكن عندك اسم و عندك حرفة قوية لا تتعب عليها لا تستطيع أن تقوم مرة ثانية كل مرة تطيح لا تستطيع أن تقوم جيد في نهاية الفيديو هذه معلومة يعني ممكن تقوموا ملة قليلا فما حبيت تضعها في البداية جيد اللي يجب أن يشترك يروح يا جماعة هذا إعلان سريع إعلان مرة كلاسيكي الآن أعرضكم تجربتي الشخصية وهذا ما تكلمت فيه قبل بتفاصيل ممكن تفاصيل سريع أول شيء سويته في التقنية أول شيء بداية تخصصه لنغويستيكس لسانيات لغويات هذا خصص الدراسي وجايف فيه امتياز ولا ما أعمل فيه بشكل رسمي إطلاقا أني عملت فيه أني معلم أو مدرب في هذا المجال إطلاقا ما عملت تمام لكن أثناء دراستي أثناء الدراستي قبل ما أخلص دراستي كنت موظف زين قبل ما أني حساسا أحصل على شهادة كنت حاصل على جوائز ماذا تعرض علينا هذا؟ لا 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 بأقولك أنه في ترس شف أنا وين حصلت في الجائزة ما حصلت على الجائزة ما حصلت على الجائزة في الترجمة ولا في اللغويات معني قاعدة أدرس هذا الشيء مو بني ما أحبه هذا شيء نظري أحب تعلم ونظريين أحب أدرسه بس ما أحب يشتغل فيه يختلف الوضع أول شيء كنت أفرمت الأجهزة كمبيوتر تعال كمبيوترك خربان تعال وبلاش صلعوا كاثرة الأجهزة عندي لدرجة أن أجيب شريط حط شريط وأكتب اسمه فلان رقم جواله كاثرة الأجهزة وصدت أخذ فلوس عليهم تعلمت يا حبيبي تعلمت يا حبيبي وصدت أجهزة كثيرة أخذ وقت كله ليش بعدين وصدت أفرمت الأجهزة تعلمت برنجة أخذت على الوب وصدت أمشي وأقول لي ها مينيبي ما عنده خربان بلاش كنت أشتغل بعدين صدت أقول تراها الشغلة بهذا كثير ستشوف غيري كم يأخذون واخذ زيهم الفريلانسر في بعض الناس طبعا غبي يشوف أن الشركة مثلا تصلي حاجة بألف يقول أنا بألف ثم منك تشفهم ما يأخذوا لا 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 هذه شركة شركة عندها لدزامات وعند الضمانات موجودة عندك نزل سعرك يا حبيبي بعدين أحيانا تأتي فلوس حيانا يأكلون فلوس يروحون عسانا إن شاء الله ومر عليهم إن شاء الله ثم أخذتني شركة استضافة وقبها وستنقوا شغلات وكنت دعم فني معهم بعدين تركتهم سويت شغلي خاص أنا سويت الاستضاف وصلت الجب عنها لم أشتغل ولمور طيبة طلعت من هنا راحت على شركة اشتغلت فيها فني كنت في معمل وكان شغلتي في المعمل هذا إذا جاء طلاب جدد أدخلهم وأعلموا كيف يستخدموا الكمبيوتر لما يطلعون أرجع الكراسي وحطت سماعات في مكانهم هذه الشغلتي مهرجة تعالوا وشوفوا ويطلعون رجع الكراسي أثناء عملي اشتغلت مجانا في الشركة برمج لهم أبرمج أشتغل بعدين شاهدوا ان يقدر برمج قالوا واشتراك نتخذ برمج قالوا إذا كانوا كل الوقت برمجة لا يعني ما يقدر أبي فلوس صراحة أعطوني فرقية وقعدت أشتغل الشركة هذه تواصلت مع شركة ثانية إنه يبون موظفين فمديري قال لنا بحاجة المهم أننا رأت الشركة هذه الشركة هذه شافوا أنه يقدر برمج هذا جيبونا به قلت عندكم عرض قالوا هذا عرض قالوا هذا عرض هم تعطوني زي هم قالوا لا قالوا لا ما قدر أقعد هذا عرضه محسن وأنا وقعد ألعب إليهم عادي الحياة فرص تعطيني زي أو لا أنا بروح الحياة فرص رحت هنا جلست عندهم شغلوني مدير ومبرمج مبرمج بيانات كان عندهم بيانات معينة يحتاج عادي برمج تطلع بيانات الطريقة معينة بعدين صرت مدير البيانات هذه صرت تحت موظفين شخص عليهم خذوني في المركز الرئيسي حقهم وكان في موظفين ثلاثة فرورة تمام وكنت أنا أشخص عليهم جيب بحط ود تمام بعدين ما زلت أشتغل بالمهنة هذه أنا برمجة ثم حطوا وسائل التعليم معي وسائل التعليم وإدارة البيانات بعدين طلعت من هنا استقلت لسبب ما رحت على مكان ثاني المكان ثاني أتلمه صرت مدير اي تي نحكي تمام ما طولت استقلت ما أعجبني المكان سين ضحت المكان ثاني أعطوني عرض أفضل وإلى آخرة طبعا آآ عرض كان جيد كنت مدير إدارة حق التقنية المعلمات على أربعة فروع بعدين استقلت من هنا وفتحت عملي الخاص تمام لماذا استقلت؟ لأنه لم كنت أفعل شيء أحبه كان شيء مقرف جدا لإدارة بالنسبة لي أنا ما أحب أفعل إدارة حسنا هناك مخاطر أو مشاكل لو أحد يمر بلاوي لأنه بيزنس خاص لا يوجد راتف أخر الشهر لكن في نهاية المطاف الوضع جيد وقتي لي وعملي لي وقدم الاشتشارات وقدم البرمجة ولا فتحت فلكس كورس ولا أمور طيبة وهذا كلام نوعا ما شخصي ولكن أريد أن تستفيدوا من التجربة الترس تذكر الترس دائما تجيب ترس وركبه لا تستطيع تجيب ترس مباصلي الترس الأصل الموجود عندك هو اللي يتحرك تمام؟ إذا تحرك الترس ما أنك تحب هذا الشيء راح تبدع حتى لو كنت تصلح تبيع سقائر السلام عليكم شكرا